وحرصها التليفزيون المصرية على إجراء عدد من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ عقب انتهاء جلسة المجلس اليوم والتي وافق خلالها على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة انتهينا من قانون العمل والنهاردة برضو يوم مميز جدا لأن مجلس الشيوخ انتصر لأسرة المصرية والمرأة المصرية والرجل المصري وأقرنا أجازة أبوة لأول مرة وده الحقيقة يعني انتصار كبير والنهاردة أخذنا واحدة من الخطوات العديدة في تعزيز حقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وده المنوط بمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل ده من أهم مشاريع القوانين اللي احنا كنا حرصين جدا على أنها تناقش وتناقش بشكل ويعي وبشكل متحضر يتماشى مع العصر وتماشى مع التطورات اللي حصلة القانون ده طبعا بين العلاقة ما بين صاحب العمل وما بين العمل وده علاقة شائكة جدا طبعا انت بتحاولين كنت تحافظي على حقوق العمالة والالتزامات اللي عليهم للمنشأة وفي نفس الوقت بنحافظ على حقوق صاحب العمل علشان أحافظ على الاستثمار وشجعه للاستثمار ترجمة نانسي قنقر